غنوب مدينة بنغازي قاعدة بنينة تحديداً التي تحتوي غرفة عمليات يديرها جنود فرنسيون بحسب تصريحات الهافتين بوست يتجدد قصفها بلغراد من قبل سرية المدفعية الثقيلة لمجلس شورى طوار بنغازي وفي المحور الغربي استهدفت مدفعية المجلس أيضاً تجمعاً لميليشيات حفتر دمرت خلالها سيارات عسكرية متسببة في سقوط عدد من القتلى والجرحى لحفتر واستمر طيران الأجنبي في القصف على منطقة طيقين فوذا والجوارشة في محاولات الاستهداف تمركزات مقاتلي مجلس الشورى إلى جانب البراميل المتفجرة التي تلقيها طائرات حفتر العمودية ودون تسجيل أي تقدم أو محاولة الاقتحام مواقع سيطرة الثوار بالجوارشة كثفت ميليشيات حفتر دكها للمحور الغربي بقضائف الهاون وسط تأكيد مقاتلي المجلس إحكام سيطرتهم على نقاطهم بالمحور ترجمة نانسي قنقر